اشتركوا في القناة مفاجأة مدوية في تشكيل الاهلي لمواجهة الترجي التونسي واعلامي تونسي يصرح الاهلي يستطيع مواجهة الفريق الترجي بالبدلاء وتصرفات غير مناسبة من ادارة استاد رادس في تونس وخالد بيومي يكشف نقاط ضعف الترجي قبل مواجهة الاهلي ويد الاهلي تهزم الزمالك برومونتادا مسيرة ورحيل بريرا من لجنة الحكام في البداية ما ننساش نعمل لايك الفيديو واشتراك في القناة استقر السويسري مارسي الكولر اليوم مدرب فريق الكرة بالنادي الاهلي على تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة الترجي التونسي اليوم الساعة عشر مساء بتوقيت القاهرة والسعودية على ملعب رادس في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا حراسة المرمى مصطفى شبير الدفاع علي معلول محمد عبد المنعم محمود متولي ومحمد هاني في الوسط اكرم توفيق واليود يانج وامام عشور ورضا سليم وبرسيتاو وفي الهجوم وسام ابو علي تقام مباراة الزهاب اليوم 18 مايو 2024 على استاد رادس بينما تقام مباراة العودة ان شاء الله في القاهرة الساعة 8 مساء يوم السبت المقبلة 25 من مايو الجاري هذا وقد اكد احمد الصالحي الاعلامي التونسي ان الاهلي يستطيع خوض نهائي دوري ابطال افريقيا امام الترجي التونسي بالصف الثاني من اللاعبين قال احمد الصالحي في تصريحات له على قناة المحور الترجي ليس لديه ما يخسره قبل عدة اسابيع لم يتوقع احد ان يصل الترجي الى هذه المرحلة من دوري ابطال افريقيا الترجي يستطيع الخروج من الازمات ادارة النادي نجحت في التعاقد مع مدرب كبير هو موجيل كاردوسو الذي نجح في وضع خطة دفاعية تتماشى مع قدرات لاعبية وتابع احمد الصالحي الاعلامي التونسي ان الترجي تأهل لنهاء دوري ابطال افريقيا ايضا بفضل دفاعاته وحارسه امان الله من ميش اما الاهلي يمتلك مجموعة من اللاعبين على مستوى فني عالي الاهلي يستطيع خوض نهائي دوري ابطال افريقيا بالصف التاني وقال ايضا في تصريحاته لا ارى نقاط ضعف في الاهلي حاليا ولكن اي فريق يستطيع الفوز بدوري ابطال افريقيا حتى وان لم يكن هو الافضل كل التوفيق ان شاء الله اليوم للنادي الاهلي هذا وقد ابدأ خالد بيبو استياءه على العديد من الامور التي صادفت الفريق اثناء الميران على ملعب رادس امس استعدادا لمواجهة الترجي عيسو قال خالد بيبو في فيديو نقلته ازاعة اي اف ام تونسية بعدما انتهت المدة المخصصة للاعلام يجب ان لا يتواجد كل هؤلاء داخل الملعب انه تدريب مغلق لن نتدرب قبل خروج كل هؤلاء هذه تصريحات خالد بيبو والذي اعترض ايضا على عدم رش الملعب بالمياه قائلا اين المياه اراهن انهم لن يرش الملعب وسيواصلون اختلاق الاعذار سنتحدث عن ذلك بعد الميران كما اعترض خالد بيبو ايضا على ظهور طائرة صغيرة مسيرة دراون فوق الملعب اثناء المباراة تقام المباراة اليوم في الساعة عشر مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة السامنة بتوقيت تونس على ملعب حماد العقرب الاولمبي في رادس اليوم نتمنى كل التوفيق اما خالد بيومي فيكشف نقاط القوة او نقاط الضعف في الفريق التونسي فريق الترجي هذا ما اكده خالد بيومي المحلل الرياضي ان فريق الترجي التونسي لديه العديد من نقاط الضعف قبل مواجهة الاهلين حيث قال خالد بيومي في تصريحات له على قناة المحور ان مباراة الاهل والترجي هي ديربي عربي الترجي حقق انجاز تاريخي بالفوز على ما ملد صندونسي زهابا وايابا لذا على الاهل دراسة المنافس جيدا الاهل لديه جودة من اللاعبين التي تساعده على تحقيق نتيجة رائعة امام الترجي في ملعبه والاهل اذا قام بالضخط العالي المعتاد له سيربك حسابات الترجي وتابع ايضا خالد بيومي قائلا ياسين مرياح ومحمد بن علي من نقاط الضعف في دفاع فريق الترجي وفي وسط الملعب لا يوجد تأمين دفاعي جيد وهذا سيساعد الاهلين ثم قال خالد بيومي في تصريحاته ان مهاجم الترجي هو رودريجو ولا اعرف كيف هو برازيلي اما بان يان ساس فهو من ابرز لعب الترجي بالاضافة الى حسام غشة ولكن جودة الترجي اقل كثيرا من النادي الاهلي وبطولة دور افطال افريقيا في الاهلي هذا الموسم رومونتادا مسيرة لكرة اليد امام نادي الزمالك وقد حقق فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي الفوز على نظيره نادي الزمالك بنتيجة 26-25 في اولى لقاءات نهائي بطولة الدوري بعد ان كان الزمالك متقدما في الشفط الاول لصالحه بنتيجة 18-14 وانتهت المباراة 26-25 ويلعب الاهلي والزمالك 3 مباريات لتحديد بطل الدوري لهذه النسخة وستقام المواجهة الثانية ان شاء الله يوم 21 من مايو الجاري في خبر تم تداوله عن رحيل بريرا من لجنة الحكام هذا ما تم كشفه من مصدر مقرب دافل اتحاد الكرة عن وجود نية لدى مسؤولي اتحاد الكرة لرحيل البرتغالي فيتر بريرا من لجنة الحكام اعطى اليوم تم فجأة من خبير المصدر من بريرا ان ظلم بعاتها لمباراة المتعجور واستبعد اليوم فاي بريرا سهب الى السعودية للعمل هناك والاستعداد المشاركة على منع بورة العربية في تونسة ومدينة بريرا قد يكون فلدت ابراج عبير فؤادة الكوادر المصرية للحكيم قد ترخض في حال العرض عليها وعدم اصروا في الفتاح بسبب الناكاس الحكام والمريكة الاماراتية ودمال الانطور از يكون عرضة الانتصابة ويتشتر كما توقعت خصوص بعض اللاعبين على الجانب الاخر متنبئة من تحديثهم في لال المضارع توقعت عبير فؤاد تألق انه ماشور ولم يقدم مرمى لا تحكيم المصري لأي شيء هو التصالة الاسنين عندهم لتكتيق اليوم ان شاء الله مزبوطة ويكونوا فيها ملحبين للحركة الصحة والتصرف الصحة كما توقعت خبيرة الابراجة ان تهديف كل من محمد عبد المنعم ومحمد ثاني الحظ مع برج الدلوة ان شاء الله بكرة الساعة سبعة مساء كما حذرت الساعة عشر مساء كما حذرت خبيرة الابراجة اللاعبين وسام أبو علي وعالي معلولة مؤكدة انهم عرضة للتشتت وعدم التركيز خلال المباراة برج الجدية وللاسف لازم يغضوا بالهم لان القمر والمريخ معاكس معاهم هيكونوا مشتتين ومش مركزين توقعت اصابة اللاعب اكرم توفيقة للاسف برج اقرب معرض للاصابة البدنية هذه توقعات طبعا لا تحتمل الصدق على الاطلاق انها اشكركم وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته